قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذلك ثم هل ليلة القدر هي ليلة 27؟ الله أعلم قد تكون ليلة 27 قد تكون في 25 أو في غير من ليلة 10 النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان متحديها فليتحقها في الأشر الأواخ وأول عام علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في الأشر الأواخ متى كانت؟ كانت ليلة 21 كانت ليلة القدر ليلة 22 أريها النبي عليه الصلاة والسلام وأري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وفي أنطرة السماء ليلة 21 وكان المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان سقفه جريف النقل فوقف المسجد وابتلت الأرض فسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحتها في ماء وفي فشاهده الصحابة حين انصرف من صلاة وعلى جبهته صلى الله وسلم عليه أثر الماء وطي إذن متى كانت ليلة القدر؟ ليلة واحد والسلام ورعاها جماعة من أصحاب في السبع الأواخ رعوها في السبع الأواخ فقال أرى رؤياكم قد تواطعت فمن كان متحديها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخ في السبع الأواخ وقال تنسوها في الوتر من السبع الأواخ والوتر لا أقصص في السبع وعشرين ولذلك مسافين بعض الناس ليلة السبع وعشرين يقيم ويأتي مع الإمام ويصلي ويبخي ويخشى وغيره أهما آتي حلاص قمت ليلة القدر غفر لي يا مسكين من قال لك يتقدر لي السبع الأواخ في هذا الشهر قد تكون قابل أو بعد ومن حكمة الله ورحمته أن أخفى المعينها حتى يجتهد الناس في جميع العشر وحتى لا يتكل الكسلان ويقول خلاص أنا قمت ليلة قدر بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر